موسيقى 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 ما في شك أنه يعني مروري بقناة الكاس خاصة ببرنامج المجلس هو معناها إضافة بالنسبالي كوني نكون أول محلل خارج معناها المنطقة الخليجية نكون يعني ثابت عنصر ثابت في التحليف في برنامج المجلس هذا إضافة لأنه ممكن برش عباد ما يعرفوش أنه برنامج المجلس من أكثر برنامج مشاهدة على مستوى الخليج وما نحكيوش على المستوى المحلي هذا البرنامج الوحيد اللي يشاهدوه كل تقريب الناس ثم أنه القيمة الفانية بالنسبة لبرنامج المجلس برنامج المجلس فيه محلين من مستوى عالي فيه أسماء كبيرة على المستوى الكورة القطرية وكورة الخليجية فيه احترافية كبيرة فيه تأثير كبير على الرأي العام القطري وعلى الرأي العام الخليجي وبالتالي رأيك لما تعطيه في برنامج المجلس يكون عنده صدق أكثر ووصول أكثر الجمهور وأنا نعتبر أنه كان يعني مغامرة ولأن المغامرة مستمرة على اقتباه مستمرة لكن تبقى مغامرة مهمة جدا في مسيرتي كمدرب ثم أنه أشياء كثيرة تربطني بقناة الكيس رمي ورود لكن علاقة أكثر من أخوية خالج جاسم كان رائي المجلس كان كمخوية بالضبط بغض النظر عنه غير ما نذكره أكيد مدير القناة عبدالله الهتمي أو مديري عبدالله معرفي كلهم أسماء كلهم أسماء ساعدوني أنه نكون في أجواء أخوية لأنه مش سهل من شمال إفريقيا صحيح أنك عندك عندك مسيرة قبلك عندك أسم قابلك لكن لما تكون موجودة في المجلس وتحاول أنك توصل فكرتك وتوصل أفكارك وتوصل رأيك في كرة القدم أكيد محتاج المساعدة وهذا المساعدة التي أقيتها في قناة الكيس خصوصا من رعي المجلس والمديرين القايمين على قناة الكيس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر